أهلا أحبانا مشاهدينا عفوا اليوم سأتكلم عن ثلاث نوعيات لسلطان المسيح أولا سلطان المسيح سلطان ذاتي طبعا هذا من حقه له الشرعية الكاملة كملك ولأنه ابن الله الأزلي شيء ثاني سلطان المسيح أيضا بجدارة ما أقصد أنه كملك طبعا جاء في ملء الزمان وكان عنده الكفاءة لأنه أطاع حتى الموت وأكمل عمل الفداء وانتصر بالقيامة يحق له السلطان كمنتصر على الأعداء انتصر على الشيطان انتصر على العالم انتصر على القبر انتصر على الهاوية وعطانا طبعا النصرة الأكيدة والحياة الأبدية هذا السلطان بجدارة بحق له فرضا ملك عنده ابن وهذا الابن راح يحارب هو الابن ابن الملك وقاله الشرعية وقاله الحق لكن بروح بينتصر على الأعداء ما خسرش مكانته لكن رجع إلى مكانته الأولى مكانته الأولى هو ابن ملك ملك ولكن أخذ كمان بجدارة لأنه انتصر على الأعداء شيء ثالث هذا السلطان أحبائي سلطان إلهي لكنه مخول إلنا سلطان مخول من الذات الإلهية ومنحنا هذا السلطان لنقوم في نفس أعمال الله فإذا هذا السلطان هو سلطان ذاتي ليسوع المسيح إلى الشرعية فيه سلطان بجدارة لأنه أكمل عمل الفداء وقام من الأموات وهذا بيعطيه الشرعية والمصداقية أنه كلام وتصريحاته صحيحة ثم هذا السلطان الإلهي سلطان الله مخول أيضا إلى يسوع المسيح يسوع المسيح منحنا هذا السلطان حتى نروح للعالم نذهب للعالم بسلطان المسيح لكي نقوم بأعمال الله نفس الأعمال قال يسوع المسيح دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض فاذهبوا طبعا وتلمذوا جميع الأمم في إنجيل مرقص قال اذهبوا وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها من آمن وعتمد خلاص ومن لم يؤمن يدن هذه الآيات لأنه أعطانا السلطان تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون فإذا الرب يسوع أرسلنا حتى نعمل بنفس السلطان بذات هذا السلطان من الزات الإلهية سلطان الله سلطان من الله ثم تحول إلى سلطان المؤمن كنيسة الرب على هذا الأرض كان هذا السلطان سلطان رسولي الرب أعطى السلطان للرسل وفي نفس الوقت منح السلطان ومواهب كثيرة لكي تخدم المسيح ونكون كنيسة المسيح على الأرض أحبائي المسيح دعا تلميزه وعطاهم سلطانا على أرواح نجسة حتى يخرجوها ويشفو كل ضعف وكل مرض هذا السلطان أحبائي استخدم التلميز في اسم الرب يسوع المسيح كما قال بولس للجارية اللي فيها روح عرافة أنا آمرك باسم يسوع المسيح الناصري أن تخرج منها أو كما قال بطرس الرسول للأعرج في منطقة الهيكل ليس لي فضة ولا ذهب ولكن الذي لي سلطان المسيح ولكن الذي لي إياه أعطيك باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي هذا السلطان المخول من الذات الإلهية منحنا الرب يسوع المسيح حتى نستخدم هذا السلطان إخراج الأرواح النجسة وشفاء كل مرض وكل ضعف في الشعب في متى عشر واحد ومرقص إصحاح ستة والآية سبعة ثم أحبائي قال الرب يسوع المسيح للتلميز أعطيتكم سلطاناً لتدوسوا حيات وعقارب وكل قوات العدو لا تضركم طبعاً السلطان غير القوة ممكن يكون عند القوة الجسدية لكن السلطان هو ممنوح يعني مثلاً الشرطية لأنه عندها الحكومة بظاهرها فإذا رفعت إيدها لسير كامل سيارات كل السير رح يوقف مش لأنه قوية عضلات لأنه كل واحد بيعرف اللي راكب سيارة أنه هي بتمثل الحكومة بحال ما رفعت إيدها كل السير بوقف هذا يسمى سلطان هذا السلطان سلطان إلهي الرب أعطاه للتلميز وطبعاً انتقل لكنيسة الرب هذا السلطان أحب بقي غير مستخدم يعني كتير مرات إحنا منعيش بالشح منعيش بالفقر منعيش بالجهل منعيش بتخلف أحياناً أنا بتكلم على مؤمنين مش عارفين امتيازاتنا في يسوع المسيح لكن عندما ندرك امتيازاتنا في يسوع المسيح وعندما نؤمن بيسوع المسيح وتمتلئ قلوبنا من محبة يسوع المسيح ونريد أن نفعل إرادة يسوع المسيح خلاص احنا حتى بالسلطان عاوزين نعمل كل شيء بمسجد الرب وبحسب مشيئة الرب لكن برضو هذا السلطان هو سلطان المسيح سلطان ذاتي وعدة مرات منشوف في الآيات مثلا منشوف سلطان المسيح على مغفرة الخطايا كان في مجمع أو كان في بيت في كفر نحوم وكانت الجموع مزدحمة حاول يسوع المسيح جاءوا أربعة بمفلوج وكان صعب جدا أن يفوتوا على البيت لسبب الازدحام الشوارع والبيوت كلها مليانة فراحوا على السطح من فوق وابتدأوا ينقبوا السطح ودلوا المفلوج المسيح طبعا شاف الإيمان وقال لهذا المريض يا بني مغفورة لك خطايا طبعا ابتدأوا يتهامسوا إنه يتكلم بتجاديف من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وحده فالمسيح العالم بكل شيء علم أفكار قلوبهم وقال هذه العبارة أيما أيصر أن يقال لهذا المريض يا بني مغفورة لك خطاياك أم أن يقال له قم احمل سريرك وامشي اسمع ما قال يسوع قال يسوع المسيح ولكي تعلم أن لابن الإنسان سلطان على الأرض لك أقول قم احمل سريرك وامشي وقام طبعا أمام عيون الجميع لو أن هذا المريض لم يقم فإذا المسيح لا يقدر أن يغفر الخطايا من يقدر أن يغفر خطايا إلا الله وأكد المسيح أنه يغفر الخطايا وهذا هو سلطان يسوع المسيح شيء آخر أحبائي سلطان يسوع المسيح على الشياطين احنا بنتكلم مش ناس بتتمتم وبتغرد وبتعمل أمور وحركات تعوزات لا لا يعني حيث وجد يسوع حضور يسوع كانت الأرواح الشريرة تخرج سلطان حتى يعني مكتوب في الكتاب المقدس فتحيروا فتحيروا وسألوا يعني عن يسوع المسيح ما هذا ما هو هذا التعليم الجديد ما شفوش إشي من قبل مثل هذا الأمر لأنه بسلطان يأمر حتى الأرواح النجسة الشياطين عم بتطيعوا في إنجيل مرقص لصحاح الأول والآية 27 فإذن سلطان على الشياطين على الأرواح الشريرة ثم حبائي سلطان في التعليم مكتوب فبهته لأنه كان يعلمهم كمن ليس كمن له سلطان ليس كالكتبة ظاهر شافوا السلطان غير عادي من خلال الكلمة وقوة الكلمة وتعليم يسوع المسيح كان بيتكلم بسلطان ثم نرى سلطان المسيح على الطبيعة حدثت عاصف هوجاء على بحيرة طبرية فالمسيح أمر يعني الريح والأمواج قال اسكت اسكت ابكم وطبعا سألوا من هذا حتى الأمواج والريح كلها عم بتطيع الرب يسوع المسيح سلطان على الطبيعة ثم أحباء سلطان على الموت هو أقام الموتة وإذا بتتذكروا لما وقف أمام بلاطوس وبيلاطوس كلم يسوع قال له بتعرفش أن أنا عند السلطان قال له لم يكن لك سلطان البتة علي البتة إلا إن كنت قد أعطيت من فوق لكن قال يسوع لم يكن لك علي سلطان البتة قال يسوع أيضا لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها يعني موت المسيح هو باختياره للصليب والمسيح مات في اللحظة يعني بالظبط بعد ما تمم كل شيء مكتوب أحبائي يعني قال بين يديك استودع روحي وخلاص يعني لما أكمل كل شيء نكس الرأس وأسلم الروح عادة أن الشخص رأسه بينزل بس هو نكس الرأس وأسلم الروح لأنه بالظبط له سلطان أن يضعها وسلطان أن يأخذها سلطان على الموت مكتوب عن يسوع المسيح فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل يسوع له السلطان المطلق الكامل أنا عاوز أقول أنه كل الأحداث اللي بتصير في هذه الأيام مش غريبة الرب عارف في كل شيء فهو عنده السلطان الذاتي وسلطان بجدارة وهذا السلطان منحه ليه التلاميذ وعنده فعلا سلطان على مغفرة الخطايا وعلى الشياطين وعلى بالتعليم وسلطان على الطبيعة وسلطان على الموت وسلطان على كل رياسة على كل شيء لكن أخيرا أحبائي عنده سلطان أنه يعني يضعك في يعطيك حياة أبدي مكتوب وأما كل الذين قبلوه فعطاهم سلطان أن يسيروا أولاد الله أي المؤمنون باسمه مين اللي بيعطي الحياة الأبدية مين اللي عنده القدرة أنه يعني يغير إنسان من الموت للحياة من الظلم للنور ويعطينا حياة أبدية ويكتب أسماءنا في سفر الحياة محتاجين نتمتع بسلطان المسيح هذا السلطان هو حاليا ممكن لأنه حي يستطيع أن يغيرك تغييرا جذريا الآن ويكتب اسمك في سفر الحياة لأنه عنده السلطان هذا السلطان لأنه بجدارة كمان أكمل عمل الفداء أسلم من أجل خطيانا وأقيم لأجل تبريرنا شو رايك اليوم تعمل هذا اليوم يوم تاريخي في حياتك بتقول لي يا رب طالع ما عندك السلطان أنا بسلمك حياتي ارحمني أنا الخاطئ أنا بتوب عن كل خطي وأنا أصمم وأعزم اليوم أنك أنت ربي ومخلصي وإذا صليت هاي الصلاة حتى بكلماتك البسيطة بحب أسمع منك شاركنا ابعت رسالة شارك كمان اعمل شير لهذا الفيديو للآخرين حتى كمان يستفيدوا من هذا الموضوع ربنا إباركك ترجمة نانسي قنقر